السلام عليكم طالبات مرحلة الرابع العلمي مدرسة الفيزياء نبدأ الفصل الخامس فصل الضوء فصل الضوء فصل الضوء بصورة عامة يسقط على الأجسام وينعكس عنها يصل إلى العين لنتمكن من رؤية الأجسام فبالظلام ما نقدر نلاحظ الأشياء لعدم وجود الضوء لكن بالنهار يسقط الضوء على الأجسام وباليال وجود الأضوية يسقط الضوء على الأجسام وينعكس عنها يصل إلى العين لنتمكن من رؤية الأجسام فإذن عندنا الأجسام أكونوا عين التي تبعث الضوء أسميها الأجسام المضيئة مثل الشمعة المتقدة والشمس يعني هذول الضوء مالتهم ذاتي من نفسهم والأجسام التي تعكس الضوء تسمى الأجسام المستضيئة المستضيئة من خلال انعكاس الضوء عليها مثل القمر يعني القمر من وين عنده هذا الضوء؟ عن طريق انعكاس ضوء الشمس على القمر يحصل على هالإضاءة في أسميها أجسام مستضيئة لكن الضوء ما يقتصر فقط على أجسام مضيئة ومستضيئة لكن ضوء الشمس يسقط على الكرة الأرضية من خلال المرورة بالفضاء فمن يسقط على أي جسم رح يسخن تسقط أشعة الشمس على الأجسام رح يسخن الجسم أي أن الضوء يمتلك طاقة ينقلها من الشمس الضوء إلى الأرض عبر الفضاء الخارجي إذن هاي الطاقة اللي اكتسبها الجسم عن طريق أشعة الشمس أي عن طريق الضوء رح تنتقل فإذن أن الضوء يمتلك طاقة هاي الطاقة تنتقل أما بواسطة الجسيمات أو بواسطة الموجات طبعا هذا الموضوع حد رسوبيوز رأى موسعة بصف السادس إن شاء الله فإذن رح أفسر الضوء حسب فرضيتين فرضية العالم نيوتن وفرضية العالم هايكنز حسب نيوتن ذكر أنه الجسم عبارة عن دقائق جسيمات سماها بعدين فوتونات اللي العالم ماكس بلانك وراءهم إجا سماها فوتونات فإذن النظرية الدقائقية حسب نيوتن فسرت أن الضوء عبارة عن سيل من الجسيمات الصغيرة سيل من الجسيمات الصغيرة تسمى دقائق منتشرة في وسط الماء هاي النظرية فسرت يا ظواهر انعكاس وانكسار وأن الضوء ينتشر بخطوط مستقيمة لكن كان تفسيرها خاطئ من فسرة الانكسار يعني ما قدرت تفسر هذه الظواهر بصورة صحيحة النظرية الدقائقية أما العالم هايكنز حسب النظرية الموجية ففسر بموجبها ظواهر منه انعكاس والانكسار والتداخل والحيود في الضوء أنتوا دارسين سابقا انعكاس والانكسار ورح نتطرق لها بصورة موسعة بالفيزياء الرابع العلمي بقاعدكم التداخل والحيود راح ادرسوها ان شاء الله بصف السادس العلمي فإذن هاتين النظريتين الدقائقية والموجية لم تستطع بصورة منفردة تفسير الظواهر البصرية بصورة كاملة ما قدرت منه اجاب عده من نهاية القرن التاسع عشر العالم كلارك ماكسويل قال أن الضوء هو نظرية كهرومغناطيسية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية يعني مجال كهربائي ومجال مغناطيسي فماذا كان مقترحا انه كل شعاع ضوءي هو عبارة عن موجات ماذا كهرومغناطيسية من ما بعدهم اجا العالم ماكسويل بعد هذول العلماء اجا العالم ماكسويل فقبل العالم ماكسويل دور النظرية الموجية كان من خلال ملاحظة تشوفوا هنا اندي بالصورة الطيف الكهرومغناطيسي الطيف الكهرومغناطيسي طبعا الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو الوان الطيف السبع اللي تبدي بالأحمر اللي أطول طول موجي وتنتهي بالبنفسجي لأقصر طول موجي فما هو الطيف الكاراموناتيسي هو مجموعة من ترددات الموجات الضوء المرئي أطوالها الموجية بين الأربعمية إلى سبعمية يعني من الأربعمية إلى السبعمية تقاس بالنانومتر يعني أطول طول موجي هو الأحمر لهذا دائما كمثال عابر أنه علامات الخطر إشارات الخطر بالمرور يستعملون الألوان لطول موجي يكون إلى كبير مثل الأحمر الأصفر البرتقال لألوان الفسفورية لماذا؟ لأن بالليل ترى من بعيد فتخيلوا لو نستعمل الضوء الأزرق لولبنفسجي بعلامات الخطر أو المرور يعني ترى بالليل ومن الظلام هل ترى من بعيد؟ لا لأن طول هالموجي سيكون لدينا قصير أريد أن نعرف هنا ما علاقة الطول الموجي بالتردد هذه اللي أخبرت عليكم سابقا سرعة الضوء هي الطول الموجي يقاس بالمتر والتردد بالهيد سرعة الضوء بالفراغ متر على ثانية وهي ثلاثة في عشر أستثمانية كل كميتين مضروبة تناسب مالتهم عكسي فإذا أريد F سي على لمدة إذا أريد لمدة هي سي على F فالأحمر الأحمر كل ما يكون طول الموجي كبير سيكون التردد قصير لكن الأزرق أو البنفسجي طول الموجي إلى قصير سيكون التردد إليه كبير ضهي الشكل لأن التناسب عكسي فلتلاحظون هنا هاي الأرقام هنا عندي هاي الأطوال الموجية والترددات واحد عكسي لأخ فإذا من ما بعد هاي الظواهر بعد النظرية الكهرومغناطيسية اللي فسرت يا ظواهر هذه النظرية الظاهرة الكهروضوئية وظاهرة إشعاء الجسم الأسود هذه أيضا درسوها الظواهر بالصف السادس ومن ثم جاء العالم ماكسي بلانك فسر أن الظوء لا يشأ من مصدره على هيئة موجات بل على هيئة رزم محددة من الطاقة غير قابل للتجزئة أسميها فوتونات فطاقة هي إنرجي رمزها إي تتناصب طرديا مع التردد دائما أخذت بالفصل أول علاقة التناسب من أحولها إلى مساواة لازم ينزل عندي ثابت فإذا إيش تساوي لي ثابت بلانك في التردد هاي الألاقة الرياضية عليها مسائل رح نأخذ حسة أدنى المثال الأول المثال الأول احسب احسب تردد الضوء البنفسجي احسب تردد الضوء البنفسجي الذي طوله الموجي الذي طوله الموجي حتى الكاميرا تكون واضحة عليكم أريد التردد فتساوي لي علامة استفهام أخاف ما تعرفون طريقتي لأي مسألة رياضية نسجل المعلومات والمطلوب حتى أشتغل وإذا أكون تحولات أحاولها لي قدام الطول الموجي لمدة مالتنا 400 نانو متر وسرعة الضوء هذا ثابت 3 في 10 أس 8 متر على الثانية يريد التردد إذن F حسب الإلاقة C على لمدة ويساوي 3 في 10 أس 8 على 400 النانو شي ساويتكم بجدوى جدوى البادئة أول صفحات الكتاب 10 أس سالب 9 ويساوي 3 على 4 في هذه موجة بثنين سالب 9 صير سالب 7 أصعدها ليفوق صير موجة بسبعة عند الضرب تجمع الأسس في 10 أس 15 هذه من أقسمها ستطلع لي 0.75 10 أس 15 هيرتز لا مشكلة إذا بقيتها نعم أخذ المرتبة سويها 14 لا يوجد مشكلة إذا تجبقها بهذا الشكل هذه بالنسبة لمن المثال الأول لا يفتش المثال الثاني المثال الثاني ما طاقة فوتون إشعاع الضوء الأخضر يريد طاقة ما طاقة فوتون الإشعاع للضوء الأخضر الذي طوله الموجي اللمدة 555 نانومتر يريد طاقة الفوتون إحنا شنسوي نكتب القانون اللي بيه المجهول وإذا أكو نقص أدور عليه الإي تساوي أشف ثابت بلانك موجود يعطى بالسؤال التردد ما عندي شناطيني وكان التردد لمدة إذن هذا هو المجهول متوفر هذا غير موجود إذن نبحث عنه F تساوي لي C على لمدة إذن F رح تساوي لنا F تساوي لنا 3 في عشرة أس ثمانية على 555 في عشرة أسالب تسعى لي إنه بالنانو أقسم قصمة طويلة حتى أطلع الناتج الناتج اللي رح يطلع لي وين عوضه إحنا أو تقدرين تأخذين المعادلة كما هي E تساوي H F الثابت بلانك هو 6.63 في عشرة أسالب 34 في مش كده التردد 3 في عشرة أس ثمانية عليه حتى يصر أسهل لاختصار عليكم هنا شوية بي صعوبة في عشرة أسالب تسعى وحدات قياس الطاقة بالجول وأطلع الناتج كرياضيات كرياضيات حتى أقدر أحل أصفي الأرقام من أي صفر ومن أي فارزة بهالشكل في عشرة أصفي العشرة سالب 34 واثنين 36 36 هنا تجي تسعة فوق تصير تسعة تسعة وثمانية سباطعش يعني يعني أطرح 36 من سباطعش ستعش تروح سبعة تسعة تتعش يعني هنا رح يكون سالب تسعة أقدر هنا أختصر حتى يسهل عليك كرياضيات في إيجاد الناتج هذه بالنسبة المن المثال الثاني إلى هنا ينتهي المقطع الأول ترجمة نانسي قنقر